بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام لازلنا في سورة الأنفال هذه السورة المباركة التي بيّنت كثيرا من المعاني وأضاءت كثيرا من الإشراقات التي بها تنار القلوب ويضاء الطريق إلى الله عز وجل وفي سياق المعركة وما كان قبلها تحرك المسلمون قبل اليوم السابع عشر وهناك بعض المصابر تذكر أن بداية التفكير للخروج كان في اليوم الثامن من رمضان ويا سبحان الله كان بداية الحديث عن غزوة بدر كان بالأمس والأمس هو اليوم الثامن من رمضان فلعل هذا من الفأل الحسن إن شاء الله ولكن المعركة كانت في اليوم السابع عشر من رمضان كأن مسألة المشورة في المدينة والتجهز والتجهيز والانطلاق والمسير والتربص وجمع المعلومات والتحرك هذا كله في السغرقة هذه الفترة ولما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام بدر وكان المشركون قد عسكروا هناك ورأى جيشهم رأى شوكة وحديدا وعددا وعدة وخيلا وكان المسلمون في قلة وضعف قلة كانوا ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا أو وأربعة عشر رجلا تلتمية وثلاثتاشر أو تلتمية واربعتاشر يتعاقبون على سبعين بعيرا وليس لهم إلا فارسان يبقى القوة الهجومية فارسان فقط بينما المشركون كانوا ما بين السبع ومئة إلى الألف وكان عندهم فرسان كثر إذن السلاح والعدة والإمكانيات كلها مع قريش والعدد أيضا في صالح قريش وعند وعند إذ اتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى وهذا قوله تعالى في هذه الآيات إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم هناك فارق كبير بين الدعاء والاستغاثة فالدعاء أعم من الاستغاثة يمكن للإنسان أن يدعو في أفراحه وأقراحه يمكن للإنسان أن يدعو في نشاطه وكربه يمكن للإنسان أن يدعو في سروره وحزنه ولكن الاستغاثة لا تكون إلا عند الضيق والكرب والشدة ضيق وكر وشدة وعند إذ يكون الدعاء فيه الإلحاح ويكون الدعاء من الأعماق ويشتد الإنسان في الطلب مع وجود الذل والانكسار للعزيز الجبار والله تبارك وتعالى إنما يستخرج من عبده عند الدعاء العبودية ولذلك كانت دعاء كانت دعاء دلالة على عبدية العبد لله سبحانه وتعالى ففي الحديث الدعاء العبادة الدعاء العبادة وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال أهل العلم يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن دعائي يستكبرون عن دعائي فالدعاء يستخرج ربنا عز وجل من عبده عبوديته الذل الخشوع الانكسار الحاجة الفقر الاستكانة هذه كلها معاني تستخرج عند الدعاء فما بالكم إذا كان الدعاء عند الشدة والكرب والضيق والخوف ونزول البأس فإن الدعاء يستخرج به من معاني العبودية ما هو أكثر وأصل الغوث المدد والنصرة والعون لأصل الغوث في اللغة المدد والنصر والعون عندما تقول واغوثا عندما تنادي فتقول واغوثا إذن أنت تطلب ماذا النصرة والعون وتطلب من يكون معك وأنت عندما تستغيث بالله إذن أنت تطلب منه ماذا تطلب منه المدد والعون والنصرة والتوفيق والسداد هذه كلها معاني وقد حصل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى المشركين مد يديه وكلمة مد يديه ليس هناك تفصيل هل بسطهما تلقاء وجهه أم جعلهما في السماء الله أعلم مد يديه صلى الله عليه وسلم ولكن العلماء قالوا يستحب عند الدعاء بسط اليدين كهيئة السائل لأن بعض الناس لما بيدعي يعمل كده لا الدعاء فيه الطلب والإنسان عندما يطلب فإنما يفسط ماذا يديه حتى تجد الناس عفاكم الله وعزكم لما يسألهم يقول لك حجة لله يعمل كده حجة لله إذن هناك علاقة بين بسط اليد وبين السؤال ولذلك استحبوا ذلك الأمر والله تعالى أعلى وأعلم النبي عليه الصلاة والسلام مد يديه داعيا ربه ولكم أن تتصوروا كيف كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قطعا ليس كدعاء بعضنا أو كدعائنا الذين ربما ندعو الدعاء ولا نفهم معناه وربما ندعو الدعاء ولا نتذكر ما هو الدعاء الذي قلناه الآن يعني تقول اللهم اغفر لي ورحمني وسامح ما انتش فاكر ايه اللي انت قلته ما كان شغالا وهناك بعض الناس يجعل الدعاء عبارة عن منظومة شعرية يقولها ويمكن أن يقول الدعاء عشر دعاي ربع ساعة تلت ساعة مصي ساعة ساعة سبحان الله مقفى وموزون ومحفوظ ويكرر هذا الدعاء على مدار السنين دون تغيير في كلمة واحدة عفوا في حرف واحد في حرف واحد الا اذا كانت هناك بعض المستجدات سبحان الله والمساكين من الناس الذين يصلون خلف هؤلاء الامة يعني يجهدون ايما اجهد فتارة يصنعونها كذا ومرة ادمت وقعهم يبقى كذا ومرة يرفعون الى السماء ومرة بأي ريحوا ايديهم سبحان الملك النبي عليه الصلاة والسلام لا يغسد السجع في دعائه ولا يغسد المنظومات النظمية عندما يدعو ربا فلنتأمل مثلا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما استغاث ربه صبيحة احد وقبل دقائق من بداية المعركة العدد قليل العدد قليل 313 أو 314 المشركين حوالي 1000 القوة الهجومية عند المسلمين فالسان فقط القوة الهجومية عند المشركين كثر عشرات بل مئات الدروع والتروس والرماح والسيوف بوفرة عند المشركين المسلمين لم يخرجوا إلا بالسيوف في جرابها يومما لم يخرجوا لقتال فبالتالي يدوبك سلاح بسيط يبا إذن بالنظرة المادية عندما تحتدم المعركة سيتم القضاء على من على المسلمين قطعا مسألة منتهية مفروغة ولذلك هنا الإيمان الإيمان بماذا إن ربنا عز وجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين وألقي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن إحدى الطائفتين هي الطائفة ذات البأس وهذا ما كان يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشارهم فحدث النزاع منهم من أراد العير ومنهم من أراد النفير على الصورة التي شرحتها لكم من قبل الجميل أن هذه المسألة قد حسمت يعني الطائفة من المؤمنين الذين كرهوا الخروج للنفير قويت قلوبهم و اشتد عزمهم عندما وقعت المشاورة وانتهى الأمر بماذا بقتال المشركين لسه ما كرشيس رأوا الجيش تقدم المسلمون ونزلوا قريبا من بدر أو ببدر فعاينوا المشركين لما عاين المؤمنون المشركين في كثرتهم ما عملوش زي الملك الذي نصبه ربنا عز وجل على بني إسرائيل أنهم لما بارزوا لجالوت وجنوده ورأوا الجمع الكثير قالوا لا طاقة لنا اليوم بجلوت وجنوده المؤمنون لم يقولوا ذلك من الصحاب حتى تعلموا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أطهر الناس قلوبا وهم من أعمق الناس إيمانا رضي الله تعالى عنهم فكان حبهم إيمان كان حبهم إيمان ليس من الإيمان حبهم إيمان وبغضهم ولياذ بالله كفر وزندقة وإلحاد اجتمعت كلمة الصحابة على القتال فلما عين النبي عليه الصلاة والسلام المعركة ومن فيها وما فيها أخذ يدعو الله عز وجل اللهم أنجزني ما وعدت أو أنجز لي ما وعدت اللهم انتهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد بعد ذلك أبدا خلاص انتهى الموضوع وقال العصابة العلماء بفرقوا بين العصابة والعصبة على عكس ما هو موجود في عرفنا إن العصابة عندنا في عرفنا الاجتماعي إن العصابة اللهم الذين اجتمعوا على الشر إذا عصابة قتلوا عصابة سرقوا عصابة نصبهم عصابة اختلسوا عصابة قطعوا الطريق عصابة بلطجهم إذن هذه عصابة لكن في الاستخدام اللغوي الذي أتى به القرآن أن الجماعة إذا اجتمعت على شر سموا بعصبة قال الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم والعصابة هي الجماعة التي اجتمعت على أمر قوي وليس هناك أقوى من الدين الصحابة اجتمعوا على ماذا؟ على الدين لم يجتمعوا على أغراض ولا على منافع وإنما اجتمعوا على الدين فكانوا بهذا المعنى ماذا؟ كانوا بهذا المعنى ماذا؟ عصابة ومن العجائب أن الأمم المتحدة عندما شكلت بعد الحرب العالمية الثانية تشكلت تحت اسم عصبة الأمم المتحدة لأن الذين يتحكمون في هذا الاتحاد إنما هم اليهود وعبدت الصليب فاجتمعوا قطعا ليس على خدمة الإنسانية وإنما على إضمار الشر لبن الإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في الدعاء ويلح في الدعاء وكان على من كبيه رداءه فسقط الرداء فسقط الرداء ودي دلال على أنه اجتهد في مد يديه وربما رفعهما لأعلى وهذا عادة كثير من الناس عندما يجتهد في الدعاء تجد أن اليد ترتفع ترتفع حتى تصل إلى فوق رأسه فمن فعل ذلك لا ينكر عليه والعل هذا ما فعله رسول الله لعل بدليل أن رداء قد ماذا قد سقط من على من كبيه فأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأخذ الرداء فجعله على من كبيه والتزمه من خلفه وقال يا نبي الله أربع على نفسك فإن الله منجز لك ما وعد انظر إلى هذا الإيمان خلاص يا رسول الله ربنا منجز لك ما وعد وكان ذلك خيرا وبركا كان ذلك خيرا وبركا إذ تستغيثون ربكم فيستفاد من ذلك إن الإنسان عندما يقع في كر أو شدة أو مشقة أو مصاب عندما يفكر في الغوث لا يفكر في بني الإنسان وإنما يفكر في رب الأرض والسماء يفكر في ربنا في رب الأسباب الذي بيده ملكوت كل شيء الذي يجير ولا يجار عليه لماذا نحن لا نعبد الله عز وجل إلا بأمزجتنا نحن بنعبد ربنا ليس كما يريد الله وإنما نعبد الله كما نحب نحن بنعبد ربنا بطريقتنا لابد أن تعبد الله في السراء والضراء وأن تعبد الله تبارك وتعالى في حياتك كلها لابد الحياة كلها تكون مربوطة بعجلة العبودية لله قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لمن لله هي هذه المسألة هذه المسألة فإذا وقعت في شيء فعليك أن تهرع إلى من خلقك إلى من أوجدك إلى من أعدك إلى من بيده كل شيء إلى من يجير ولا يجار عليه إلى القادر الذي إذا قال لشيء كن فإنه سيكون بأمره سبحانه وتعالى ولذلك أنت تتوجه إلى الله خائف من أي حاجة توجه إلى الله كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث برحمتك ماذا أستغيث مش أدعو برحمتك أستغيث ده مشكلة مصيبة وما من أحد مننا إلا ويرزق بالمصائب كما يرزق أيضا بالمنح كل واحد فينا يقع عليه من المصاب ما يقع كأن الأرزاق أو كأن المصائب كالأرزاق كل واحد بيأخذ حظه من الرزق ويأخذ حظه أيضا من البلاء فإذا وقع عليك بلاء من أي شيء وكان شقا أو صعبا أو شديدا فإياك أن تلتفت إلى غير مولاك رح له وتوسل إليه واطلب منه وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله ماذا أسوة حسنة بس المن يا الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فكل من عبد الله لابد أن يتأسى برسول الله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عندما رأى المشركين اجتهد في ماذا في طلب الغوث من الله عز وجل إذ سستغيثون ربكم نعم فاسمع بعد ذلك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم سيد من دعه واستغاث هو رسول الله وكأن الصحابة الكرام تأمل لهذا المعنى لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الغوث من الله اجتهدوا أيضا في طلب الغوث من الله إذن ده مسألة عمت المسلمين جميعا شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع إيده ويجتهد في الدعاء وطلب الغوث كلهم فعلوا مثل صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفكروا في أي أسباب مادية تعلقت قلوبهم برب البرية سبحان الله لم يفكروا في عدد ولا عد لم يلتفتوا إلى كراع أو سلاح وإنما توجهت قلوبهم إلى الله إلى السماء فعندما كانوا صادقين في طلب الغوث قال الله فاستجاب كان الجواب من الله عز وجل أن أجاب دعاءهم في طلب الغوث فاستجاب لكم لم يقل إذ يستغيث نبينا فاستجبنا لهم كما ذكر ربنا عز وجل في شأن الأنبياء وإيوب إذ ناذ ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له لدعاء زكريا لما ناد ربه رب لا تذرني فردا ربنا سبحانه وتعالى قال فسجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجا فالنبي إذا دع بمفرده تكون الإجابة له لكن الإجابة هنا لمن للكل فهذا دليل على أن الجميع اشترك في الدعاء لكن سيد من دعه وإمام من استغاث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تستغيثون ربكم وإذ هنا ظرفية فيها معنى الزمان وكأن فيها تذكير بهذه المنة إذ كإن ربنا سبحان وتعالى من على المسلمين في سياق غزوة بد طب إيه المنة والأفضال الذي من الله تعالى بها على المسلمين في غزوة بد سنعرف ذلك والإنسان المسلم عليه دائما أن يتذكر مننا الله دائما علي يتذكر المنة والنعم ليزداد إيمانا ليزداد إيمانا كما كان السلف يفعلون الفضاء الفضاء الابن عياض وسفيان بات ليلة إلى الصباح يتذاكران نعم الله إبا كإن السياق في غزوة بدر ذا سياق ماذا امتنان كسياق كثير في سورة الأنعام أو في سورة النحل سورة النحل بسموها سورة الألاء والنعم لكثرة ما من الله تعالى فيها على الناس من أفضاله وجوده وإكرامه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم استجاب دعاءكم بطلب الغوف أني ممدكم أني هنا الياء متعلقة بالله والله تعالى يتكلم عن نفسه وأن هنا هي التفسيرية أي تفسير هذه الاستجابة أن الله تبارك وتعالى أمد المؤمنين بألف من الملائكة مردفين سبحان الله إذن الاستجابة فورية ما إن اجتهد المسلمون في الاستغاثة إلا واستجاب لهم ربهم عز وجل فورا فورا وأغاثهم بألف من الملائكة ثم قال مردفين وهناك قراءة مردفين والاتنين قريبين في المعنى فمردفين أي يدبع بعضهم بعضا ويؤيد ذلك الآيات الواردة في سورة أهل عمران وسأخبركم بها الآن ومردفين أي مددا لكم فإن الإرراف معناه الزيادة والمدد والمدد هو العون والنصرة المدد العون والنصرة فكأن الله تبارك وتعالى أمدهم وأعانهم ليس بجيش من الناس وإنما أعانهم بماذا بجيش من الملائكة يا إلهي تثبت أن جبريل عندما أذن ربنا عز وجل أن يهلك قوم لوط وذول كانوا سبع مدائن سبع مدائن قوية كثيرة العدد أتى جبريل فحمل هذه المدائن على طرف جناح واحد من أجنحة فرفعهم حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب ثم خسفهم بعد ذلك إلى الأرض كان ممكن ملك واحد بس يخلص الموضوع لكن الملائكة تأتي بماذا بالألاف وبعدين بدأ النزول الملائكة بألف مش نزول الملائكة بدأت بملكة ولا اثنين تأول نزول بدأ بألف وازداد عدد إلى ماذا إلى ثلاثة آلاف ثم ازداد بعد ذلك إلى ماذا إلى خمسة آلاف كما قال ربنا عز وجل في سورة آل عمران ربنا عز وجل وقد نصركم الله ببدل وأنتم أزل فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا انظروا إلى كلمة الصبر واتقوا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم النصر من عند الله كيف كان النصر نزلت الملائكة جيش من الملائكة ألف ثم بربنا عز وجل أرضب بعدهم ألفين خلهم بعد كده كام تلاتة ثم بعد كده زال اتنين خلهم بعد كده ماذا خمسة إذن في ساحة المعركة كان هناك خمس تلاف ملك يقاتلون مع أهل الإيمان هناك آثار كثيرة بعضها فيه كلام وبعضه يمكن أن يمشي وبعضه صحيح في مجملها أن الملائكة شاركت مشاركة فعلية في القتال وكانت هذه المشاركة لتثبيت قلوب المؤمنين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا إذن الملائكة نزل ليس عشان تخلص المعركة نزل حتى تثبت قلوب المؤمنين في القتال كان الواحد من المسلمين يجلد المشرك فإذا أراد أن يقتله قتل قبل أن يصل سلاحوه إلي إبرزه وبإبرزه لسه هيغز يوم ميت قال الله هو إيه اللحصل سعد ابن نبي وقاص كان يرمي بالنبل فإذا نفد النبل إذا باثنين يأتيان فيجمعان له النبل حتى يرمي من جديد إذن قوة دائمة مساعدة من الاثنين دول ما يعرفهمش لا يعرفهم في هناك آثار مثل هذا كثيرة تدل على أن هناك بالفعل قضور فعل للملائكة وهناك آثار أنهم كانوا يلبسون البياب وهناك آثار أنهم كانوا يلبسون العمائم البيض وهناك آثار أنهم كانوا يركبون خيلا وهناك آثار أن بعضهم كان يضرب الصوت حتى أن بعض المشركين رؤية أثروا صوت على وجهه فغشي عليه واخضر اخضر من الموت سبحان الله كل هذه موجود وهذا خلاف أعداء الإسلام الذين لا يفهمون الإيمان ولا يؤمنون بقدرة الله سبحانه وتعالى الملك العظيم صاحب الكون والملك والملكوت لا يؤمنون به ولا يعظمون يقولك أن معركة بدر سببه إيه سبب هذه المعركة أن المسلمين الجيش كان مختلط بالقافلة بتاعت التجار يعني مسألة أن أبو سفيان انحرف عن الطريق ذهب إلى الساحل والمشركين أتوا بعد ذلك الكلام لا يؤمنون بهذه الرواية الرواية عندهم أن القافلة التجارية لقريش كان معاها جيش قريش فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هم لا يقولون عليه الصلاة والسلام لما أتى محمد فكان من الخطة العسكرية أنه شمن الغار على القافلة فانشغل جيش قريش بإحماية القافلة عن قتال المسلمين فانتصر المسلمون على أهل مكة ليس هناك ذكر للتأييد ربان ولنزل الملئكة أولئي الناس لا يؤمنون بالله ولا برسول الله ولا يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فأولئهم التعساء الذين بينهم وبين الحق ما بين المشرقين إذن استجاب ربنا عز وجل لاستغاثة المؤمنين فأنزل ألفا من الملائكة حضور الملائكة مع المؤمنين في القتال كانت شريطة كانت شريطة التقوى كانت شريطة التقوى إن تصبروا وتتقو إن تصبروا وتتقو والآيات هنا فيها هذا السياق وقبلها التقوى بدليل أن المسلمين عندما التفتوا إلى أنفسهم وقلت التقوى بهذا الالتفات من بعضهم في غزوة ماذا حنين قالوا اليوم لا نغلب من كثرة تحنى النهاردة عشر تلاف الجيش الإسلامي واثنين ألف من الطلقاء فجيش المسلمين كان إطناشر ألف من اللي يغلبنا النهاردة قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رخبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وجعل كلمة الذين كفر السفلة وكلمة الله العليم هي هذه المسألة هي هذه المسألة إن ربنا سبحانه وتعالى لما تابوا في المعركة والنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الصبر والقتال صبرهم ربنا عز وجل أنزل الله تعالى سكينته على المؤمنين وعذب الذين كفروا لكفرهم وهذا جزاؤهم في غزوة أحد لما انتصر المسلمون وخالف الرمات أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا خلافاً للتقوى لأن من جملة التقوى قاعة الله والرسول ولهذا أمر ربنا عز وجل في سياق القتال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين لما نزلوا وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هزيمة أحد إذن نزول الملائكة وتأييد الله تعالى المؤمنين بالملائكة شرطه الإيمان والعمل الصالح وهي التقوى فإذا كان الأمر في قتال نزيد مع التقوى ماذا؟ الصبر إذا كان في القتال نزيد مع التقوى ماذا؟ الصبر والحقيقة إن المؤمن في حياته هو يعيش في نزال مستمر أنت في عملك في بيتك في كل مكان أنت في نزال أنت في قتال ولكن ليس بالسيف قتال من نوع الآخر قتال لإثبات الحق قتال لإظهار الحق إذا لا بد أن تتحلى بالتقوى والصبر يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا فذكروا الله تعالى كثيرا دلال على ماذا؟ على التقوى والثبات إذا الثبات والصبر الثبات والصبر نحن نحتاج في حياتنا إلى الثبات إلى الثبات والتقوى إلى الصبر والتقوى كل شيء في حياتنا نحتاج فيه ماذا؟ التقوى والصبر نحن إذا خرجنا من هذا المجلس بهذه الفائدة فهذا حسبكم طوال الشهر والله نحن زادون في هذه الحياة الإيمان والصبر كي نتأيد بمعية الله وبعون الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة ماذا؟ ماذا؟ تمام مرد فيه وما جعله الله أي ما جعل الله تعالى إن زال الملائكة إلا بشرى 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 شارى الإنسان عندما يجد السكينة في قلبه ويجد العزيمة في نفسه ويجد التوفيق في عمله فإن ذلك بدايات البشرى والنتيجة إن شاء الله تكون صالحة وبالتالي المؤمن لا ينبغي أن يكون ضعيفا بل إن المؤمن لابد أن يكون قويا وقوته ليست في بذنه بقدر ما إن قوته في ماذا؟ في قلبه وكان السلف يقولون قوة المؤمن في قلبه وقوة المنافق في لسانه انتبهوا لهذه المسألة المنافق قوته في لسانه يتكلم كأفضل كلام ويعرض كلامه كأحسن عرض أما قوة المؤمن فربما لا يجيد الكلام وإنما يجيد ماذا؟ الفعال لقوة قلبه وما جعله الله أي ما جعل الله تعالى إنزال الملئكة ما جعل الله تعالى غوثكم وإمدادكم بالآلاف المؤلفة من الملئكة إلا بشارة بشارة لكم أيها الفئة الصابرة المؤمنة المحتسبة التقية التي لم تختلف على رسولها ولا مع رسولها لأن الخلاف والنزاع ذلالة على الشر ومؤذنة بالفشل والهزيمة وذهاب الريح ولا تنازع فتخشلوا وتذهب ريحكم وما جعله الله إلا بشر ولتطمئن به قلوبكم إلى أبتاة الأعمران ولتطمئن ماذا قلوبكم به هنا ولتطمئن به قلوبكم هو القلب قوة المؤمن دائما في قلبه قلب قوي قلب ثابت أرأيتم الجبال الشوامخ في ثبوتها قلب قلب المؤمن في ثباته أقوى من هذه الجبال أقوى من هذه الجبال وأصفى من الحجر الصافي الذي يرى ما بداخله إذن مع قوته وصلابته هو قلب صافي ومع هذه القوة والصلابة هو قلب منير ومع هذه القوة والصلابة والإنارة هو قلب طاهر ومع القوة والصلابة والإنارة والطهر هو قلب يبصر يبصر الحقائق قلب يبصر الحقائق وكلما ازددت إلى الله تعالى قربا وله أنسا ومنه خوفا وحذرا ووجلا وله حبا كلما ربط ربك عز وجل على قلبك وأمدك فيه ولم يجعل للشيطان عليك سبيلا في ذلك القلب ولو حصل فإن التوبة تجب ما قبلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ابن العاص وما جعله الله إلا بشر ولتطمئن به قلبكم تسكين وتسريح وتفرح بنصر الله عز وجل وتأييده وما النصر إلا من عند الله يا سبحان الله آية مع قلتها ولكنها أو جزت والتاريخ كله يدل على ذلك الأمر وما النصر إلا من عند الله شف وما النصر إلا النفي والإستناء للدلالة أتي على الحصر إذا ليس هناك نصر لأمة الإسلام إلا من عند الله لا من أمريكا ولا من روسيا ولا من أوروبا ولا من أي مكان في العالم الله هو الذي سينصرنا إن نصرناه قال تعالى إن ينصركم الله إيه فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده قضية منتهية قضية منتهية إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله سبحان الله فلم تقتلوهم ولكن من الذي قتل ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمع من تممكن تم قاتل بالسيف ولكن لا تصيب بالسيف من تم تضرب بالسه ولكن لا يصيب السه فمن الذي أقدرك بالسيف وبالسه هو من هو الله إذن أنت مجرد سبب التوفيق والنصر كله من عند الله نحن لابد نغير نظرتنا للحياة كلها لابد نغير نظرتنا للكون لابد نغير نظرتنا لفهمنا لمعنى الإنسان في الوجود إيه وظيفة الإنسان في الوجود؟ وإيه وظيفة الأكوان؟ وأنا كمسلم ما وظيفتي في هذه الأكوان؟ وإيه علاقتي مع رب الأكوان؟ وهل يترى علاقتي دي علاقة إيمانية صحيحة؟ ولا علاقة فاسدة هشة؟ هل هي علاقة قوية؟ ولا علاقة رجراجة؟ لابد لكن أن نعيش كالسوائم كالحيوانات تأكل وتشرب وتنام لتستيقظ وتأكل وتشرب وتعمل ثم تنام لتستيقظ وتأكل وتشرب وتعمل وهكذا دوليك أين سر الوجود؟ أين ذلك المعنى المكنون الذي يريده الله؟ ويريد أن يرضى به عنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نقولها كثير ومنشرحها كثير ولكن أين التطبيق؟ وأين الممارسة؟ وما النصر إلا من عند الله؟ ضقضاعة الأندلس أتعرفون لماذا؟ لأن المسلمين لم يجعلوا حلفاءهم الرب سبحانه وتعالى وإنما تركوا الله عز وجل وجعلوا حلفاءهم أعداءهم من القشتاليين وعبدة الصليب فتقوى هؤلاء على المسلمين فأخذوا ديار المسلمين قطعة 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 حتى أزالوا الوجود الإسلامي من الأندلس بعد تمنمائة سنة أهل الأندلس لأسبانيا والبرتغال يا إخواني البلاد دي كانت تتكلم اللغة العربية الفصحى وكان فيهم العلماء والأدباء والشعراء وكانت ملأة بالمساجد وكانت ملأة بمدارس العلم تمنح حزم لكثرة الفقهاء الموجودين في بلاد الأندلس بيقول إن القرية التي ليس بها عالم مفتي تجب الهجرة منها الله تدلال على ماذا إن كل قرية وعزبة وحتة وجنب في بلاد الأندلس فيها علماء يعلمون الناس الدين أهل المشرق كانوا يقولون عن أهل الأندلس أنهم أهل رباط لمصاقبة بلادهم بلاد الكفار المصاقبة اللي قال إيه؟ التداخل يبقى المسلمين في الأندلس دول كان أهل قوة وعلم وفتوة وإرادة وحضارة سبحان الله أنتوا لما تشوفهم إسهامات الأندلس في الحضارة الإنسانية اللي أصلاها الحضارة الإسلامية تجد العجب العجاب في مجال الطب في مجال الصيدلة في مجال الحيوان في مجال النبات في مجال الزراع في مجال التجارة في مجال صناعة السفن في مجال الصناعات عموما في مجال الهندسة في مجال الرياضيات في مجال الأبحاث الدقيقة تنتوا لما تشوفهم العدد الدقيقة التي اخترعها المسلمون لصناعتهم الدقيقة في بلاد الأندلس إيه العقلية الجبرة دي؟ المسلمون توصلوا إلى بعض الأمور التي قد تفضي إلى صناعة المتفجرات والذرة وما إلى ذلك ولكن لم يكملوا وأشاروا إلى ذلك في كتبهم قالوا إن فيه هناك أمور متعلقة بالكيمياء نحن توقفنا عنها حتى لا تكون قربة للشيطان لعل الأوروبيين أخذوا هذه الأشياء ونسبوها إلى أنفسهم المسلمون هم الذين اكتشفوا الدورة الدموية الصغرى والكبرى أول من عمل عمليات جراحة قيصرية هم المسلمون لا سيما في الأندلس سبحان الله ضاعت الأندلس تماما 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 وبدايات الضياع إن المسلمين تحالفوا مع غير الله لما تحالفوا مع غير الله خذلهم الله وأوكلهم ربنا عز وجل إلى حلفائهم فخذلوهم ويا ليت القذلان اكتفي به وإنما اجتثوا شأفتهم وضربوا على المسلمين الرق وعبادة الصليل شو بقى لما يكون مسلم قاعد في بيته مع زوجته وأولاده يمده فسخن عليه الباب ويحطوا سلاسل في رقبتهم ويخلوهم عبيد ويفرق بين الرجل وزوجته وعياله ويبقوا عبيد ويريتهم عبيد يغيروا أسماءهم إلى كذا وكاجورجي وبوترس وجيرجيس وغير ذلك ذل سبب الذل وضياع الأرض وفقد العرض أنهم تحالفوا مع غير الله تحالفوا مع غير الله وما يقال في الأندلس يقال في بلاد كثيرة في بلاد كثيرة والآن ما يحدث في فلسطين الحبيبة جزء من أجزاء المشكلة جزء من أجزاء المشكلة ومشكلة فلسطينية عمرها أكثر من مئة سنة والقصة فيها يطول الكلام والمقصود يا أحباب وما النصر إلا من عند الله إذا ذاكرت واجتهدت إياك أن تظن أن مذاكرتك واجتهادك هو الذي سيجعلك الأول على الدفع أو يجعلك من عشر أوائل في الدفعات الكبيرة عشان تضمن التعيين أو تأخذ نيابة كويسة زي الرمض مثلا أو المسالك أو ما إلى ذلك أبدا التوفيق من عند الله إذا أنت ممكن تذاكر منهك كل ألف صفحة وتسيب ثلاث صفحات ليس مشكلة يأتي الامتحان من الثلاث صفحة وتشتل المد ومسابلك كله يضيع سبحان الله أنا في الجامعة وأعرف هذا الأمر هناك بعض الأساتذة هي جد في دماغه كده إليح دماغه وحط الانتحان كله من حتة صغيرة طبيعة المنهة هو كده وكل أحباء وحظه وما النصر إلا من عند الله في تجارتك في علاقاتك في شأنك كله لا بد أن تؤمن بأن الخير كله من عند الله والتوفيق كله من عند الله والرزق كله من عند الله ومن جملة الرزق الحسن النصر قيل ربنا عز وجل هذه الآيات المباركات بقوله إن الله إن الله وانظر إلى هذا التأكيد إن الله عزيز حكيم العزة ليست لغير أهل الإسلام لا يمكن حتى ولو كانوا سادة أغنياء حتى ولو كانوا أصحاب مناصب عالية والله إن ذل الدنيا في وجوههم لأن قلوبهم ليست مع الله رحم الله الحسن عندما كان يقول عن أصحاب المعصية إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه سبحان الله إذن أهل المعصية في ذل فما بالك بأهل الكفر في ضياع ولهذا قال الله في مسألة العزة بل الذين كفروا في عزة وشقاق العزة المثبتة لأهل الكفر أبعها بكلمة ماذا؟ شقاق لأن هذه العزة هي الكبر والعجب هي الخيالاء والبطر والتعالي على الخلق إذن عزة الكفار إذن عزة مذمومة يتكبروا على الناس شايفين هم أحسن من غيرهم شايفين هم أعلى من غيرهم شايفين أن غيرهم شعوب متدنية وكائنات متحركة لا قيمة لها ده عزة ولكنها عزة مذمومة أهل الأهواء دائما مختلفون دائما مختلفون فما بالك بأهل الكفران إذن خلفهم ماذا؟ أشد ولهذا قال الله عز وجل في شأنهم تحسابهم جميعا وقلوبهم ماذا؟ شتى تحسابهم جميعا شوفوا بقى كلهم متحدين ومش عارف إيه والجيش المتحد ومتعدد الجنسية كلهم هكذا من حيث الشك لكن قلوبهم شتى أما العزة الحقيقية وهي طمأنينة القلب وراحة البال وقوة النفس والرضى بقسمة الله عز وجل والرضى بالإسلام والرضى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا لأهل الإسلام بس قال الله عز وجل في شأن المنافقين الذين قالوا لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل أجاب ربنا عز وجل إن العزة لمن؟ لله ورسوله وللمؤمنين هي هي ذي العزة أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا فلما تكون العزة لله جميعا أي القوة والمنع لله فإن الله تعالى يقوي من يشاء ويرفع من يشاء فالرفعة في الدنيا تكون بالدين الرفعة في الدنيا تكون بالدين ثم هناك الرفعة في الآخرة بالدرجات العالية كما قال ربنا عز وجل هم درجات عند الله والحكيم الحكيم هو الذي يحسن فعله الذي يحسن فعله أفعال الله تعالى مع خلقه وأفعال الله تعالى في خلقه ما داروه على الحكمة علمناها أم لم نعلمها علمناها أم لم نعلمها سبحان الله فما كان ربنا سبحانه وتعالى قادر إن ملك واحد ينزل يوم موتهم كله كما ثبت إن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة إلى الطائف ثم حصبوه بالحصى حتى دميت خدمه وجرح عليه الصلاة والسلام جبريل أتاه ومعاه من ملك الجبال الملك بقى جبال الدنيا دي كلها ربنا عز وجل بيأمر والملك نفذ مش محتاجين بقى لديناميت ولا أي حاجة ربنا يأمر الجابل دا يتحرك يتحرك الجابل دا يتهدى على اللي تحته حلاص انتهى الموضوع زي بني إسرائيل عندما اشتد بهم الحر في التيه طالبوا من سيدنا موسى إن الحر قد أذانا فإن اللي حصل قال الله وإن تقنى الجبل فوقهم كأنه ظل يبقى جبل الطور ربنا قال له يا جبل الطور اترافع من مكانك وخلك في السماء حتى تضلل عليهم بأمر الله شوف القدرة الكبيرة شوف القدرة الكبيرة عشان لما تحبه وتعبد ربنا تجله أنت تعبد الله الملك تأنت في عزة تأنت في قوة إياك أن تشعر بالضعف إياك أن تشعر بالذل أو المهانة ارفع رأسك فإنك مسلم ارفع رأسك فإنك مسلم سبحان الله ملك الجبال أتى بصحبة جبريل وقال إن كنت تريد أن أطبق عليهم الأخشبين الجبالين فعله أهل مكة دول نخلص عليهم كلهم يموت النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتقم لشخص من هم أذوه وقتلوا أصحابه وعذبوا أحبابه وهجروه إلى الطائف وتمالأوا عليه ومع ذلك رفض النبي عليه الصلاة والسلام رحمة لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله أو يعبد الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما الحكمة في القتال الحكمة كبيرة جدا 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 حكم كثيرة جدا جدا هذه الحكم أجعلها في المجلس القادم مع بداية الآية القادمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يأخذ بأيدينا وإيديكم وأن يربط على قلوبنا بالإيمان واليقين وأن يجعلنا من الذين يعظمون الدين أسأل سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى نسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الدعاء والعمل وأن يجعله صالحا ولوجهه خالصا وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم